اشتركوا في القناة وهذه الطيور تتبرز في كل مكان وعلى السجاد والملابس وأنا أجد هذا الأمر مقرفا للغاية وأعتبره من النجاسة أرجو أن تخبرني بالحكم في هذه الحالة واحد بيسأل أن أمامته عندها طيور فبيسأل حكم فضلات الطيور دي هل دي نجاسة ولا لأ؟ خلينا نشوف الإجابة بيقول إن كانت هذه الطيور مما يجوز أكل لحمها شرعا كالعصافير والدجاج والبط إلى آخره فرواسها طاهر وهكذا الحكم في كل حيوان يؤكى اللحم كالغنم والبكر والخيول وقد دل على طهارة بول وروس كل حيوان يؤكى اللحم أدلة كثيرة منها أن الأصل في الأشياء إنها طاهرة ولم يأتي دليل شرع صحيح يدل على نجاسة هذه الأشياء إنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي أمر جماعة قدموا إلى المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبنها ولو كانت أبوال الإبل نجاسة ما أمرهم بشربها لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم يبقى أي حيوان أو طير بوله وروسه طاهر والدليل على كده إن رسول الإسلام شرع بالناس لبن وبول الإبل وخلينا إيه نكمل الإجابة إنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي سئل عن الصلاة في مربط الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة ولم يأمر من يصلي فيها باكتناب بولها وروسها مع إن الغالب إنه سيصيب شيء من ذلك يبقى أول حاجة قالها إن أي طير أو أي حيوان يؤكل لحمه فإن بوله إيه وروسه طاهر وما فيش أي دليل شرعي على نجاسته وذكر كمان صحيح مسلم إن النبي سألوه عن الصلاة في مربط القبل قال صلي فيها ندي فيها كمان بركة وما أمرش إنهم يتجنبوا البول أو الروس فيها طيب عزيز المسلم أنا هنا يعني في مشكلة هل إنت لما تيجي تصلي في الريحة دي يعني ريحة البول والروس والمقربات والجرسيم والحاجات دي إنت بتسجد وبتشمها مش كده وبس ده إنت بتخلي الناس كمان عيانة تشرب من أبوالها وألبان القبل وخلينا كمان نكمل الإجابة وهناك أدلة أخرى كثيرة أطال البحث فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأنزرها في مجموع الفتاوي وقال ابن قدامى رحمه الله في المغني وبول ما يؤكل لحمه وروسه طهر قال مالك لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشربه لبه ونجس عنه وقال ابن المنزر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مربط الغنم إلا الشافعي فإنه يشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها وجاء في الفتاوي اللجنة الدائمة بول ما يؤكل لحمه وطهر فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من أصلا به يبقى شفنا إن الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن قدامى ومالك بس الشافعي إلا الشافعي يعني قالوا كده إباحة الصلاة في مرابط الأغنم وإن استعملت أبوالها أبوال الحيوانات يعني لجسمك برضو ده عادي ما فيش حرج كمان من الصلاة في المكان دوه ونكمل الإجابة أما إن كانت هذه الطيور مما لا يأكل لحمه كزوات المخالب من الطيور كالصقر فإن روازها نجس بلا خلاف بين العلماء وذكر المغني ثانيا إذا ثبت طهارة وروس الطيور التي أكل لحمها فإنه لا يجب غسلها إذا أصابت السوب أو البدن أو السجاد ولا حرج من الصلاة بهذا السوب أو على تلك السجادة وإن بغي نصح الوالدة أن تجعل هذه الطيور مكانا خاصا بها حتى لا تؤذي أهل البيت لأن هذا الروس حتى وإن كان طهرا فإنه مما يستقذره الناس لو كانت السجادة فيها بول حيوانات أو طيور وروسها برضو ممكن تصلي عادي جدا وتشمي ريحة البول على السجادة عادي جدا برضو وتصلي وخلينا أقولك كمان عزيز المسلم اللي أكتر من كده شوفوا معايا كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وتصحيح الحديث هيكون قدامك على الشاشة مش بول وروس الحيوانات والأغنام بس اللي تقدر تصلي عليها كمان الكلاب كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وهنا في سؤال مهم جدا كانوا بيأكلوا الكلاب يعني هو بيقول لنا كل ما يؤكل لحمه وباوله وروسه طاهر هل كانت الكلاب اللي بتدخل تبول جوه المسجد ومحدش حتى بيرش حاجة تفتكروا الريحة دي كانت عاملة ازاي وشوفوا معي الأغرب كمان إن إعرابيا بال في المسجد فصار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله دعوه اهرقوا على بوله زنوبا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثتم معسرين والتصحية الحديث قدامكم يا سلام يا رسول الله أنت يعني حتى لم تمنع الإعرابي أن يتبول في المسجد الإعرابي دخل المسجد وتبول دخل المسجد وزمان طبعا ما كانش فيه لبلات ولا سيراميك ولا الحاجات دي قال لهم بس نروش شوية مية وخلاص إحنا يعني الدين يسر مش عسر هل المسجد كان يعني في مقام المراحل دلوقت يعني وفي نفس الوقت كان بسجدوا فيه يعني مكان البول والحاجات دي ويصلوا بول كلاب مفيش مشكلة بول إنسان مفيش مشكلة وكمان ما كانوش بينظفوا مكان الكلاب فأنا بقول للسائل انت أرفان من بول وروس الفراخ اللي موتك بتربيع في البيت استحمل السحابة استحملوا أكتر من كده والرسول كان يعني بيستحمل أكتر من كده كانوا بيصلوا مكان بول الكلاب في المسجد وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وديم